اشتركوا في القناة فنقول الزاوية سين صاد عين او عين صاد سين ويمكن تسميتها باستعمال الرقم فقط فنقول الزاوية واحد في هذا الدرس سنتعلم تصنيف الزوايا حسب قياساتها فالزاوية القائمة قياسها تسعون درجة بينما الزاوية الحادة قياسها اقل من تسعين درجة وتظهر هنا الزاوية المنفرجة ويكون قياسها بين تسعين درجة ومائة وثمانين درجة وهنا الزاوية المستقيمة قياسها مائة وثمانون درجة وعندما تكون الزاويتان متساويتين في القياس تكونان متطابقتين وتكون الزاويتان متقابلتين بالرأس إذا تشكلتا من مستقيمين متقاطعين وكانتا غير متجاورتين في هذا الرسم الزاوية واحد والزاوية ثلاث متقابلتان بالرأس وكذلك الزاوية اثنان والزاوية اربع متقابلتان بالرأس وتكون الزاويتان متجاورتين إذا تشاركتا في الرأس والضلة ولا توجد منطقة مشتركة بينهما مثال من واقع الحياة في ساعة مكة الشهيرة يشكل العقربان في أوقات مختلفة زوايا مختلفة فكما يظهر يشكلان في هذا الوقت زاوية قائمة وهنا مستقيمة وفي هذا الوقت منفرجة وأخيرا حادة يعلمنا هذا الدرس تصنيف الزوايا وتعريف الزوايا المتقابلة بالرأس والمتجاورة